طيب عشان الجمهور بتاعنا مصري والمصريين يعني انت عارف أزمات ومشاكل ممكن تدونا يعني بانوراما سريعة على الجزائر بقالها عشرين سنة بنشوفها كورة بس بنصفي معاكم الماتشات وانتو تضيعوا وقت والحاجات وإحنا نطلع بعضنا يعني يأبح الجزائر ده علاقتنا بالجزائر ممكن تدونا شريط سريع على ما حدث في الجزائر من عشرين سنة سريع هو في الحقيقة أكيد في فترة عشرين سنة ربما الميزة الأساسية أنها فترة حكم الرئيس بوتفليقة لمدة أربع عهدات يعني خمس سنوات مكررة أربع مرات فالمتابع للجزائر من برى الجزائر يقول كيف لهذا الشعب أن لا يغير الحكام وكيف لهذا الشعب أن يبقي على حاكم بين قوسين بديمقراطية بديمقراطية صناديق لمدة عشرين سنة إلى حد الحالة هذه كان نوع من التقبل أنه ربما شخصية الرئيس كان لها وزن لكن بعد مرض الرئيس بدأ الاهتمام متى سينسحب؟ كانت العهدى الرابعة عهدى مخيفة في 2014 كان مريضا جدا الرئيس بوتفليقة الذي هيمن على المشهد السياسي والمشهد الدولي كان ترقب دولي هل سيترشح أم لا فتم تجاوز تلك المرحلة بما قيل أنا ذاك بأن سقور السلطة لم يتفقوا على بديل لكن ولا جزائر كان يتصور أننا في فبراير 2019 نعمل حلقة مع الأستاذ زيك ونتحدث هل سيترشح الرئيس لفترة جديدة فالوضع في الجزائر وكأنه انتقل من المعقول إلى اللامعقول والغرب وحتى أشقاءنا العرب ينظرون إلى الجزائر بشيء من الريبة هل في ديمقراطية حقيقية؟ لا يوجد قمع بالمستوى الذي يشاهد في بعض الدول لكن في نفس الوقت لا توجد استجابة لمطالب مليونيات خرجت في جمعتين فوضع يحتاج إلى تفكيك أجزاءه ربما طيب لكن قبل ما نفعل